مع تركيز حكومة محمد شياع السوداني في المنهج الوزاري بمحاربة الفساد المالي والإداري ظل الشارع السياسي في حالة ترقب لخطوات الوعد الحكومي منذ بداية مشوارها ومع الإعلان سابقا عن استرجاع أموال من سفقة ما سميت بسرقة القرن تطلع الشارع إلى خطوات أعمق بمحاربة نفوذ الفساد وأزلامه سيما المتجددين في عمق السلطة وهو من نظر إليه متابعون لعمل الحكومة على أنها مرحلة صعبة لن يكون سهلا عليها مواجهة حيتان الفساد إلا بإرادة حقيقية تتزامن عنوين محاربة الفساد التي يثيرها السوداني بين فترة وأخرى مع دعم حكومي لاستقلالية السلطة القضائية للعمل بنزهة في قضايا الفساد العالقة منذ سنوات ومع تركيز القضايا على الترسيخ كلمة القانون فوق الجميع فإن المقربين من الحكومة يرون أنها مسألة حاسمة لدعم الحكومة في تنفيذ وعود برجامجها الحكومي وعن عشرات القضايا التي تنخر جسد الدولة من تبعات جرائم الفساد الإداري والمالي فإن الدور القانوني والدستوري بات مثار حديث وجدل بين أوسط سياسي سيما مع أصوات في قليم كردستان تؤيد وجود انتقاء في تثبيق بعض قوانين الدستور وهو ما يطلح تسولات حول قدرة الحكومة على مواجهة جذور الفساد سيما مع وجود أرقام ضخمة من المحصوبية في التعيينات الإدارية سبق وما زالت بحسب محللين في عهد الحكومة الجديدة مع التأكيد على أنها السبب الرئيسي في استمرار نهج الفساد المتوارث بين أحزاب وقوى تحقق نفوذها من خلال حدم السماح لأي قرارات حكومية أو قضائية من الاقتراب من مصالحها الأمر الذي يخلق مواجهة شرسة ضروف كواليس ما تواجهه الحكومة مع الحيتان وهو ما يراه أيضا مراقبون على أنها وعود سبق للحكومات السابقة أن وعدت بها دون أن تحقق أهدافا ملموسة بها غير محاربة صغار الفاسدين